أهلاً بكم أصدقائنا بحلقة جديدة من برنامج العيادة النهاردة هنجاوب على سؤال هل ارتفاع نسبة الدم 18 طبيعية؟ ولكن قبل البداية لا تنسوا دعم القناة باللايك والسبسكرايب أهلاً بكم والسؤال هو أنا رجل عمري 45 عام وكذلك مدخن وأجريت تحليل شاملة للجسم وأصار انتباهي أن نسبة الدم عندي 18 وعندما قرنتها بنتائج فحص الدم قبل عام وجدت أن نسبة الدم كانت 16 فأريد أن أسأل هل هذا الارتفاع في نسبة الدم طبيعي؟ والإجابة هي لا تعد نسبة الدم لديك والتي تعادل 18 طبيعية ويمكن القول بأنها مرتفعة قليلاً عن الحد الطبيعي حيث تتروح نسبة طبيعية للدم عند الرجال ما بين 13.5 إلى 17.5 جرام على الديسي لتر وأحيطك علماً بأن التدخين واحد من أهم الأسباب التي تؤدي إلى ارتفاع نسبة الدم في الجسم ولا يعد ذلك خطيراً وأود أن أقدم لك مجموعة من النصائح التي تساعدك في الإقلاع عن التدخين أولاً استشر طبيبك عن استخدام بدائل النيكوتين المتوفرة في الصيدليات ثانياً احرص على ممارسة التمارين الرياضية بانتظام ثالثاً مارس تمارين الاسترخاء التي تساعدك في التقليل من التوتر والقلق رابعاً تجنب المواقف التي تصير لديك الرغبة في التدخين قدر الإمكان وأخيراً قم بمضى قطعة علكة خالية من السكر أو أي حلوة عند التفخير بالتدخين كي تلهي نفسك وفي نهاية حلقاتنا نتمنى لك دوام الصحة والعائفية ولا تنسى الاشتراك بالقناة والإعجاب بالحلقة وترك رأيك في التعليقات